خسائر البشرية نتيجة التدخل التركي في ليبيا تتزايد يوما بعد يوم في أحد أبرز تداعيات هذا التدخل المرصد السوري أشار إلى ارتفاع حصيلة قتل المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا إلى نحو 145 قتيلا المرصد نوها كذلك إلى أن معظم المسلحين قتلوا خلال اشتباكات دارت قرب مطار ترابلس فضلا عن معارك في مدينة مصراطة غرب البلاد زمن هذا مع تجدد القتال في ترابلس بين قوات الجيش الليبي والمسلحين الموالين لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تجدد القتال جاء رغم دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لتمكين السلطات من التعامل مع مخاطر فيروس كورونا مصادر عسكرية قالت إن معارك عنيفة بمختلف الأسلحة جرت في عدة محاور داخل العاصمة خاصة منطقة عينزارة في جنوب المدينة الجيش الليبي قال إن المعارك مستمرة في ترابلس ومحيطها مشيرا إلى أن قواته حققت تقدما في دحر الميليشيات التي تسيطر على مناطق عدة في العاصمة ترابلس